هذا وأشهدت اليابان بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية من أجل المضي قدما بالعملية السياسية نحو تسوية لقضية الصحراء المغربية وجاء التعبير عن هذا الموقف في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليابانية صدر في أعقاب لقاء جمع أمس بالقاهرة رئيسة دبلوماسية اليابانية هاياشي يوشي ماسا بنظيره المغربي ناصر بوريطا على هامش أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية